اعوذ بالله من الشتان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربي يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اهلنا في يافا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة هذه راح تخص اهلنا بيافا خاصة اه شخصيا ان انا متابع ملف اه الروضات اللي عندنا الروضات العربية اللي فيه سياسة من كبل البلدية اه سنة بعد سنة واحنا حكينا على الموضوع هذا انها سنة بعد سنة عمالها تغلق اه روضات عربية من غير حق اه اليوم احنا كنا باجتماع توجدت باجتماع مع الاستاذ عابدة بشحادة مندوب البلدية اه وطرحنا امامه الموضوع هذا والازمة اه احنا زي بنحكي ارقام احنا بنحكي على وضع زي هذا انه احنا بيافا عنا اه اربعة وثلاثين روضة من ضمنهم عنا بس تلتعشر روضة عربية منهم تنتين رحين تسكروا يعني احنا رحين نصفي ب 11 روضة عربية فقط هذا وضع لا يكبل احنا بصفتنا اه ناس اصحاب هوية عربية فلسطينية احنا اول واخر احنا اه مطلبنا الاولاني والرئيس المفروض هو يكون ان احنا ولادنا اه تكون اه مسجلة بالروضات العربية واحنا بنحكي على روضات طعون جيل تالت سنين واربع سنين كل الروضات اللي بتهيق قبل دخولهم للمدرسة ولقان خوفاء قبلوا بالضبط فاحنا بنحكي على وضع زي هذا اللي فيه عمال احنا فيه ظاهرة زي هادي انه كتير ناس من اهلنا مش عمالة تلاقي اه محلات لولادها لما بيجي وقت الشيبوتس انها تسجل ولادها للروضات اه كتير ناس من اهالينا مش عمالهم يلاقوا محلات بالروضات العربية وبنجبروا اه انهم يسجلوا بروضات اللي هم مش هلقد بدهم اياها وهذا الوضع بسبب وضع زي هذا انه احنا اه اولا عندنا نقص وثانيا الظاهرة الثانية اللي موجودة انه فيه عملية تقليص عملية تقليص من كبل البلدية اه بالروضات العربية الاعداد الاعداد تعون الطلاب العرب اه بتوصلنا معلومات انه البلدية حتى بتعطي نيتونيم اللي هم ارقام اللي هي مش مظبوطة بكل ما يخص تسجيل او طلب تسجيل الولاد اعداد الطلب لتسجيل الولاد بروضات عربية اه كتير اهالي بيجوا بتوجهونا عساس انه احنا حاولنا نسجل وقالولنا فيش محل وبتروح للبلدية البلدية بتقول لك لا فيه محل ففيه هناك اه اه سياسة شي التقليص شي التقليص الاعداد وشت اه نوعا ما اجبار الولد العربي او اهل الطفل العربي انهم يسجلوا بروضات اللي هي اه يهودية اه هذا الوضع مرفوض هذا الوضع مرفوض والنقص اللي موجود بالروضات العربية هو نقص اه مصيري اه بكل ما يخص اه تربية اولادنا بكل ما يخص اه التربية الاولية اه المبدئية اه تبعت اولادنا اه زي ما انا حكيت هذيك المرة احنا منفضل اه ان اولادنا اول واخر اول واخر لما بروحوا من الروضة ولما في عنا عياد يروح مع اه خروف العيد مع فعالية تبعت خروف العيد ومش يروح مع خانوكي اه 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 اعيد خانوكة احنا منفضل اولادنا بشهر رمضان يروحوا مع فنوس رمضان بفعالية اللي هي اه عملت فنوس رمضان بالروضة مع المربية وانا راح اجي اخص المربيات لانه في هنا في عنا يمكن نوع من الجهل نوع من الجهل وهذا الاشي راح مشبور ان احكي عليه انه انه بعد من اهلنا اللي بفكروا انه والله احسن انا وابني اساشله بروضات يهودية اه في نوع من الاستخفاف بكفاءات مربياتنا العربية وهذا امر مرفوض بتاتا عنا مربيات عربيات الحمدلله رب العالمين اللي اتقدموا ودرسوا بجامعات اللي فيش اشي بنقصهم من كل ناحية كفاءات اه معاملتهم مع اطفالنا كل الاد مميزة كل الاد اللي انا يعني كل ولاد اتعلموا بروضات عربية ومختلفة اشي بقان بافو جيميل واشي قان بحنا بميخال انجلو انت بتشوف معاملة من المربيات اللي هي بترفع الراس لما فيه شغلة بينادوك وبقعد معاك وبتشوف من طريقة المعاملة معاك كابو او كامل انت بتفهم انه هاي ناس اللي كل التقدير لالها وبتستاهل كل الثقة اللي احنا نحط ولادنا بين ايديها وهذا الاشي اهم احنا بعض اهلنا يفهموه يعني في عنا من بعض اهلنا بقولك انا ده ودي عدولي شونية ايش دولي شونية يعني فاكر اللي حالك بموديلي اياه على قان اه يهود عشان يرجع يرجع له الولد يحكي له كان اخلتي اغوخات بوكيغ مبسوط انت على قرطة الولد يعني شيتك قدام العيلة يعني بحكي انت فاكر ان الولد اللي بتعلم بالروضات العربية مش رح يحسن اللغة العبرية يعني احنا عايشين هنا بدولة اه دولة احتلال يعني اه ودولة اغلبيتها يعني احنا متعودين نحكي عبري يعني مش رح ينعص الولد بكرة بالمستقبل اللغة العبرية احنا عايشين بنت شعب يهودي يعني هاي اللغة موجودة باليوم يوم وراح تيجي للولد يعني اذا انت بتفكر انه والله اه تستخف بالروضات العربية فاحنا من هنا من نبه ومنشدد على ميزة ميزة الكفاءات اللي عن مربياتنا العرب اللي يستاهلوا كل تقدير ويستاهلوا كل ثقة انه احنا نحط ولادنا عنده مادة واحد فهذه النقطة كان لا بد الواحد يحكي عنها يعني عشان احنا كمان نفرم حلنا وين مصلحة ولادنا كمان اه مصلحة ولادنا بالروضات العربية مصلحتنا احنا كبلد وكمجتمع يافي مصلحتنا احنا انه يكون فيه روضات وعدد روضات بناسب عدد السكان اللي بيافها احنا مش معقول بيافو جيميل في عنا كتير ازواج وكتير عائلات دقلت على يافو جيميل واليوم احنا منعرف عنا معلومات انه في هناك عشر روضات واحدة منهم بس روضة عربية هذا اشي مرفوض هذا اشي حتى من ناحية قانونية لازم واحد يبحث فيه ويشوف انه من ناحية ارقام من ناحية ارقام ومن ناحية عدد سكان اذا الاشي اصلا قانوني من كبل البلدية انها تمنع فتح او انها مقصر بفتح روضات عربية باحياء اللي فيها اعداد عرب فاحنا اول اشي منشدد على ضرورة فتح اضافي لرودات عربية وهذا الامر لازم كل اهلنا يفهمو ادي شو ضروري احنا عنا نقص والنقص هذا بخلي بعض الاهل يسجلوا ولادهم بجنيم اللي هي يهود وفيه كتير من اهلنا اللي الولد لهم اشتلز بجنيم وهي النقطة كتير مهمة حكيت عليها المرة هديك وهلا بحكي عليها كمان مرة لانها كتير كتير مهمة يا رتس نطولها منيح البعض من اهلنا لما بنجبروا او بسجلوا بنجبروا تعا نقول عشان هن فيش محل وعشان هاي الرودة ملانة بنجبروا يسجلوا ولادهم بجنيم لام يهود وفيه ولاد اللي مرات اولا يعني جيل ثلاث سنين واربع سنين بحق للولد انه هو يتخصص بلغته بلغة الام اولا انه يتكنها منيح وعقل الولد اصلا بكون بمحال زي هذا انه هو اصلا لازمه اتقان بلغة واحدة بعدين تيجي الاتقان التاني فاحنا لما بنحطه كمان بجنيم يهود ومعربيات اللي هي يهود في كتير احوال انه طالب الولد الطفل بهذا الجيل بتلاقيه مش ممشي حاله ومش مدبر حاله والمربية بتحسنش اللغة العربية معاه وكتير احوال احنا بنسمع انه والله المربية اليهودية هاي بالجن يهودي بتيجي بتسجل دوخ انه الولد لم يشتليف وهذا بيفتح الباب انه الولد يروح لمسجرة تشت خينوخ ميوخاد او بتحتي عملتسان هو يروح على جن تاع خينوخ ميوخاد او الجن الخوفاء خينوخ ميوخاد وهيك احنا منضيع اولادنا من غير ما نحس بنوع من البراءة يمكن من بعض الاهل اللي بتفهموش ايش المصلحة عن جد لأولادهم وبنوع من الكمان الاستهتار بكل الموضوع هادا وكل اهمية ومصيرية هادا الموضوع احنا من هنا من ناشد كيادتنا كيادتنا ايا كانت مؤسسات اليافية اللي بهمهم فعلا المجتمع اليافي وبهمهم مستقبل ولادنا فعلا حقا وصدقا احنا من ناشدهم انهم يحطوا ايدهم بكل ما يخص اولا في رودتين اللي راحين يتسكروا قريب من شارع غزة احنا من ناشد انه اولا الروضات العربية دولا ما يتسكروش من ناشد كيادتنا ومسؤولينا ايا كانوا انهم يتوجهوا بكل قوة للبلدية رفضا بتاتا بكل ما يخص اغلاق هاي الروضات وبل بالعكس احنا لازم نكافح واحنا لازم نبلش مشوار ذا هذا اللي فيه احنا نضغط البلدية ونجبرها بل ونجبرها ان تفتح رودات عربية باحياء اللي ناقصها لانه حتى من ناحية عدد كما ذكرت قبل احنا في ناقص اللي هو مصيري وبدون حق ناقص ظالم من كبل مؤسسة ظالمة اللي عملها بدل ما تفتح رودات عربية تنفع مصلحة ولادنا عملها تغلق رودات عربية وهذا اللي احنا بنرفضه واحنا حابين نوصل رسالتنا لأهلنا أهلنا ايا كانوا بفيافة انه اولا يتياقنوا ويفهموا القضية هي قديش مصيرية ويفهموا انه الصراع هذا والكفاح هذا لابد منه لابد انه احنا كلنا نوعي بعضنا الكل يوعي لحواليه ان كان عندك العيلة ان كان عندك انت تنصح انه اول اشي انه يسجلوا بس برودات عربية واذا بلاقوش محلات يتوجهوا لمسئولينا هنا اساسي ساعدوهم منذ ببلدية شخصيات اللي ممكن تفيدهم اساسي وجوهم وفعلا اولا واخرا يتسجلوا لأولادهم بالرودات عربية اللي فيها المصلحة التامة لأولادنا بإذن الله ارجو لما كناش هطلط عليكم بالماطع الفيديو هذا وارجو انه يوصل لأذان صاغية بإذن الله وانه الموضوع هذا يتقدم ونتكن نتكن كل المبادرة الطيبة فيها بكل ما يخص رفضنا رفضنا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته